وبعدين تيجي برامج في استديس مول حد يقولك وفين ربنا ربنا يدينه بالجازمة يدينه بالجازمة فين ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن علاه أما بعد أخوة العزاء ما فيش حديث مسمعش عن إبراهيم أبو حملات وتصريحاته التي قالها عن النساء الصعيد وعن النساء مصر ولم يكتري بذلك ما القام بسبب الصحاوة أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم والأمر من ذلك قام بتشكيك في رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام وشكل في القرآن الكريم فيا أبا جهل نسمع أبا جهل الأول قريه وبعدين نرجعه للتعب لو أنت حضرتك من موليد الستينيات من موليد غاية سنة سبعين خمسة وسبعين أنا وأكد لك إنه لك إنه صورة لجدتك بالميوه وصورة لولدتك كط بالميوه وأكد لك كنت فين بقى في المينيا في الصعيد في سهاج في أسيوت في بلطيم في الزأزيق في المنصورة في المنوفية في صورة للست والدتك أو للست جدتك لابس الميوه أو لابس القط طب لما يجي يقولك الإسراء والبعراج طب إيه راك إنه مفيش معراج هتسدق إنه مفيش معراج وكل قصة إنه طلع السماء وإيه وشاف الناس اللي بصال والناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة يا إبراهيم كب يا أبو حملاء أنت ما سمعتش عن آية في القرآن بتقول شبحانه الذي أصر بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما سمعتش عن الآية دي تبلاش الآية دي ما سمعتش عن صورة الناي نسمع صورة الناي وبعدين نشوف من اللي هيفسرها ومش هيبلك تفسير من عنده أنا هيبلك مش هيبلك تفسير الإسلاميين هاصل نسمع الآية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوا ذو مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتمى عندها جنة المهوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتريف الأوحى أفتريف 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 كبيرم تضيغمها في تفعل ا underest mis Everything is what we now know, as fitting the description of the black hole, that it will send a shiver down your spine In the islamic faith is believed that God granted Prophet Mohammed a special trip to the heavens This trip was miraculous 어� admiration Nonetheless if you study this miraculous night journey closely You'll find that there are many clues to prove that This incredible journey did indeed occur Not only that where it took place turns out to be of great interest too موسيقى العظم من الملحة العثور لم يقلق من المساعدة لقد أما رأيه سوى أنه من المبادئة بعض الشمال أنه من الملكين الملكين كذلك سيبطاً أنه يؤدي إلى الملحة العظم من الملحة الودة والفربي محمد حتى الملحة وإنظر على القيام الآن الخير يقلق هذه الأجران بأسفل أسفل إلى الأجران أسفل إلى الأجران وأسفل إلى نقطة المعنى حتى تفضل إلى عبر سبيل لقرن في بكتير وفي ذلك فإن ذلك بإيجاب الجودة وهي الخلط إلى نينة جوبية مرتفع وهي صورة جوبية جلوية which fits the same description أعيني طلب مرة أكثر طويلة جداً النيني سيشكي ستجدت طويلة في أي خلال خلال ما فيبرس ويلية بإيجاب الجودة بنية جابتين بإيجاب الجودة القرام أخش في إجابة جوبية بإيجابتين قرام ذلك تبقيه كيفية كذلك ہے سمجز هذا في وضع الى Biiness فللع اليوم ولكن كان لفضل كانت من الحakte فلحة الشكلية توجد فيها كثيراً موجودة في مجرد موجودة فإن تقرير فيها حتى تلك لا تكون حتى لا تكون الشرقًا وحيث أن تجربة إلى مجرد 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 وقوى تجربة فإن تجربة مجرد مجرد موجودة لا تتعجب فيها لكن تشاركتين مثل أجورج Poulin ردولفو غامبيني و جérard Houvte وحيث أنه قد تحديد أن تريد أن تحديد مجرد موجودة وأنها تتعجب مجرد مجرد موجودة this essentially means that black holes don't end in infinite density but rather act as a portal to another universe in conclusion the quran swears by the star when it falls that the prophet Muhammad travelled through space and reached an area which according to the quran is one of god's greatest signs an area that is much darker than its surroundings هذه المقرنة يحوظها بعدها الجنوبا مободها ويوجود لم يكن يترى هذه المكان لكما سمقهها إلى خطفهاً أغلبها ونحن نقول أن هذه المكانة أجمع له والعنفيème إلى الأخرى يبدو أن الضران المختالى والاستراتيات سجعله أن يطبق أجمع هذه المكانية معاً ما نشأل الآن باللغة الملحة ولكن الخراني يملكها بجرد أنه عجمزية إذا كنت إبراهيم إيسا إنت يسيدي ما تقميش بالقرآن عرفنا هويتنا من شاقف اليقم ومن شاقف اليقفر لكن ما تحرب ليش الإسلام بالإسلام ما تحربش الإسلام بالإسلام تنشر فكر روح نشرع الأهلاق أقفر براحتك محد شي ينبر أقفر براحتك ما هي حدي شي ينبر برضو حدي شي يسأل لكن تيجي على القناة عامة مئة مليون مصري بيسمحها وتنشر الثقافة مثل ثقافتنا والعقيدة تشكت فيها دالي لا دالي مش هيسمح لها يعني طريق الفيديو يقول لي الشبك ما يخلصنا ما هي الشبك ما يخلصنا يعني مع أنها مش حد تشكت رحاسبة كان ليه يعني الناس دي ما تتحسبش ليه شو هو أبو حملار ولا طاطمة نعوتي اللي خدت لها ثلاث سنين ثلاث سنين دي قليلة عليها واحدة بتقول واحدة بتقول على سيدنا إبراهيم بتقول الرجل الصالح وبتقول إنه هو شاف كبوس واحدة تانية زي فديدة الشباسي واحدة زي اسمها الملحدة اللي اسمها وفاء سلطان نعم هي مش مصرية إسلام البحاري كلهم بيحاربوا الإسلام بالإسلام تحت رائية الإسلام بيحاربوا في الإسلام لماذا الناس دي سيبينها؟ الناس دي سيبينها ليه؟ ومن الوراء؟ عايزين نعرف مين الوراء؟ انت مسكوا الناس دي أهم معرفين أهم اللي هم ما بين شروق جيالي حيال في مصر مسكوهم وبالسيخ الحامي بربقة المعلم كده في ابنه الشمال عد السيخ المحمد في ابنه الشمال عشان يعترف مين الوراء نعرف مين الوراء؟ نعرف مين الوراء دول وبعد ما يعترفوا عد السيخ من ناحية الثانية هؤلاء ليس مسلمين هؤلاء ليس مسلمين سواء فاضل من عور ولا إسلام البحري أو براهيم عيسى ليس مسلمين هؤلاء بحارب الإسلام من تحت رائية الإسلام والفيديوهات الممتشرة التي أقول لك إبراهيم عيسى تراجع إبراهيم عيسى تراجع أي أنت تراجع انت تتصرت في الحرب عليه كده يعني خلاص عشان تراجع ما تحسبش أي تراجع يقول لي أنكر ما أنكرش لا كيف ما أنكرش؟ لا أنكر ومش معنى أنه قال أنا ما أنكرتش أنا مسلمة ومسلمة بالله أنا محمة بالله أنا محمة بالله لا أعرف لهم لا أعرف من الوراهم ولا يجبونهم كده ولا يجبونهم بربط المعلم وهما يعرفين لا يجبونهم يشبونهم ما يعرفون من الوراهم يعني أنك إنتان تنتقدر الإسلام قلنا انت ملت أمك ايه ملت أهلك ايه كافر ملحد مسيحي يهودي انت قد الإسلام براحة هات آيات والآية دي بتقول كذا وكذا وكذا وانا ارد عليك فيها انما تجيش تحارب الإسلام بالإسلام اهو ده اللي مش موسمه بيه انت حارب الإسلام بأي عقبة تانية معروف انه لو عملت كده ومش هتعمل كده أصلا هم مش هعملوا كده لهم عارفين اي ديانة تانية هتنتقد الإسلام الانسلام هينتصر عليها بالحجة والدليل عندنا حديث وعندنا قرآن تعالى يدني بالقرآن ده لو تقدر انهم مش هتستطيع لكن انت عايز تحارب الإسلام بالإسلام أعزائي الكرام انا كده قلت اللي عنده ولو فيها أي استفسرات يا ريت تشاركونا في أراءكم في التعليقات وأتركونا في رعاية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة